تظاهر اكثر من اربعمائة الف شخص في العاصمة الامريكية واشنطن تنديدا بالعدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وذلك في اطار يوم التحرك العالمي للمطالبة بوقف فوري لاطلاق النار في غزة ورفضا للدعم الامريكي لاسرائيل ورفع المتظاهرون الاعلام الفلسطينية مطالبين بوقف اطلاق النار فورا ووقف تمويل الابادة الجماعية في قطاع غزة اكد المتظاهرون ان الرئيس الامريكي جو بايدن يمكنه وقف الحرب من خلال ممارسة الضغط على رئيس الحكومة الاسرائيلية بن يمين نتنياهو